إلى الصعد أعلن الجيش الوطني إتلاف ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي بمنطقة باقم شرقي محافظة صعدة ونقل موقع مشروع مسام السعودية المختص بنزع الألغام الحوثية عن العقيد ضيف الله الخولاني قوله إن عملية الإتلاف شملت 800 لغم أرضي مضاد للدروع و60 عبوة ناسفة و70 قذيفة غير منفجرة بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب وأوضح أن القذائف والألغام التي تم انتزاعها وإتلافها كانت متوزعة ما بين مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في مديرية باقم